اداء القناة في الشهر اللي فاته. السلام عليكم يا شباب. ايه الاخبار يا رب تكونوا بخير. انا احمد سامي فيديو جديد. ده مش فيديو شرحة تقنية او حاجة. بس ده موضوع انا عايز اكلمكو فيه. اه في الاول انا يوتيوب بعثتلي من حوالي اربعة او خمسة ايام اي ميل بالاداء بتاع الشهر اللي فات عندنا احداتي في شهر سبع طبعا فهما بعثين للاداء بتاع الشهر ستة اوكي. فانا الموضوع ببساطني فقلت اشاركو معاك واعز اقولوك على شوية التفاصيل كمال اوكي. يلا بينا. في الاول. اولا احنا عدد المشتركين عندنا او طبعا بقى وقت ما الايميل ده ببعت هما دلوقتي زادوا. فدلوقتي تلاتة الاف تلتمية اربعة تلاتين. حضراتي دخلنا في تلاتة الفور وربعمائة اعتقد. زائد مائتين. بصوا بقى احنا إيه اللي احنا عملناه. احنا زدنا بيتين مشترك في الشهر اللي فات بس. زائد واحد وثلاثون فاصلا مائة وثمانون. عدنا واحد وثلاثين الف وشوية مشاهدة زيادة يعني في الشهر اللي فات ده زائد 96.819 96 ألف والرقم ده عدد دقيق اللي تشوف تمام ده اللي كان على الفيديوهات رد فعلكوا بقى أنتوا ايه زائد 1.020 1020 ده اللايكز جالنا 1020 لايك الشهر اللي فات ده زائد 170 زائد 270 كومنت يعني فيه 270 كومنت برضو في الشهر اللي فات زائد 132 بوست بوست يعني أنت خدت اللينك بمثلا نشرته في مجموعه نشرته في مكان بعضته لحدها كزا ما أنت عملت بوست للينك زائد 354 شيرز هو ده كان الأداء بتاعنا الشهر اللي فات ودي حاجة تفرحني جدا طبعا ولازم أشكركم على المحتوى الجميلة اللي انتو بتعملوه أو يعني الأداء اللي انتو بتروضوا بيها على المحتوى بتاعي وده بيخليني طبعا نعمل محتوى أكتر وأكتر وأكتر معا أن الفترة دي صعبة جدا وكده فدي حاجة لازم أشكركم فيها ولازم أوضح كزا نقطع في الأول بالنسبة الكورسات بتاعتنا شغالة كالعادة وفي كزا يعني في كزا خطة للألعاب أنا مجهزها لك قريب إن شاء الله فربنا بس يقدم لي في الخير يعني طبعا الوقت قليل جدا في الفترة دي الدنيا زحمة وكده وشغل البرنامجة بياخد وقت كبير بس يعني إن شاء الله يعني أقدم لكم كل اللي انتو عايزينه واكتبوا لي برضو في الكومنت يعني إيه اللي انتو عايزينه نحن نقدمه يعني إنتو استحققوا يعني شوفوا انتو عايزين إيه وأنا هعملو لكم تمام لو حد عنده مثلا اقتراح لي فيديو معين لحاجة معينة وعايز نعمل فيديو عنها ياريتي يقول لي اوكي ولو عندك اي سؤال ياريتي تسيبوا لي في السؤال بتاع الشهر بتاع المنشور لو منشور شهر سبعة هتلاقوه عندك في التابويه بتاع الكميونيتي او المنتدى سيب لي فيه برضو اسئلتك اللي انت عايز اسأله اوكي وزي ما بقولك بالنسبة لكورسات البرمجة انا اشغال على كورسين اتنين في نفس الوقت دلوقتي فالموضوع ان شاء الله هيبقى كويس في واحد عن الكوماند لاين او مواجه الاوامر وبرضو هيبقى كويس وفيه كورس شامل عن البايزون الكورس الاولين الحمد لله النتائج فيه مبهرة جدا وعجبني جدا الناس اللي اشترغلت والناس اللي عملت لان فيه ناس عملت تصمات رائعة جدا فانا عارف ان فيه ناس منهم بيشوفوا الفيديو ده تمام انا طبعا ما ميفحش اقول لقاسامي حد بس انا ناوي ان شاء الله ان انا بعد اذنهم طبعا هعمل الفيديو وهوريكوا التصميمات بتاعتهم لان فعلا فيه تصميمات احترافية بجد طلعت من الاماكن دي فده شيء من الاشياء الجميلة جدا اللي بصراحة تخليني اكون فرحان وحاسس ان انا بعمل حاجة هنا لها ايمان بجد فرغم ان يعني موضوع كورسات البرمجة هو اصعب شيء في الكون بيتعمل فعليا وده ممكن ان نبقى نتكلم عنه فترة تانية لكن عموما الاداء هعجبني عجبني جدا فمسلا ان شاء الله بازن الله بكرة في فيديو هينزل ازاي تقدر تعمل تستطب ويندوز للمكفوفين بالكامل بالخطوات بالتفصيل ان شاء الله هنحاول نعمل لكم برضو حاجة عن اللينكس لو انتم عايزين فقدري اعايزين الاول ان احنا نسبت ماك ولا لينكس ولا ايه وان شاء الله هنعمل الموضوع ده في حاجات لسه جاية في الطريق ان شاء الله اوكي فاتمنى ليكون الخير ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة دايما وكان معكم محمد سامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته